هو أشبه ما يكون بدولة خاضعة للوصاية الدولية هكذا وصف معحد واشنطن لدراسات استراتيجية العراق نتيجة ما يمر به من أزمات على صعيد الداخلي والخارجي وأخفاق حكوماته المتعاقبة بعد عام 2003 متوقعا عودة البلاد تحت طائلة البند السابع المعحد ذكر أن الواقع السياسي والقانوني المتراجع في العراق اليوم يشير إلى أن البلاد لا تزال تواجه مأزقا استراتيجيا عميقا وأن هذا يتطلب عودتها من وصف الدولة التي تلجأ إلى العنف إلى وصف الدولة الطبيعية عبر سياسات وإجراءات معقدة تستغرق وقتا طويلا مشيرا إلى أن الحكومات المتوالية منذ عام 2003 أقحمت البلاد في أزمات داخلية معقدة من فساد وفوضى واستغطاب سياسي الأمر الذي حول الحكومات إلى حكومات تصريف أعمال تتقاذف الاتهامات فيما بينها محهد واشنطن بيّن أنه على الرغم من إخراج العراق رسميا من عقوبات الفصل السابع عام 2022 إلا أنه لا يزال واجه خطر انتهاك العديد من قرارات الأمم المتحدة وهما قد يؤدي بدوره إلى إعادة تفعيل الفصل السابع وذلك بسبب سماح حكوماته واستضافتها لعدد من الميليشيات الخطرة المدعومة من قبل إيران بما في ذلك الجماعات التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب مثل ميليشيات العصائب وحزب الله مؤكدا أن وجود الإطار التنسيقي في السلطة الآن أدى إلى تصاعد أدوار هذه الميليشيات إلى مسويات غير مسبوقة ما شكل مصدر إحراجا للعراق وعرقل عودته دولة طبيعية بحسب المحهد المحهد الأمريكي أكد ضرورة تفيك الميليشيات المسلحة التي تجدرت داخل حدود العراق بسبب تمكنها من تهديد الأمن القومي والأقليمي مشيرا إلى أن بقاء الحال كما هو عليه فالعراق قد يفضي إلى أنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونمي وينقى بهذا البلد بعيدا عن الاستقرار